اهلا بيك في عيادات كير كيور التخصصية المكان اللي بيجمع كل تخصصات الرعاية الصحية في مكان واحد عايز بشرتك تلمع وتهتم بجمالك عيادة الجلدية والتجميل موجودة لخدمتك لو بتفكر في صحة جسمك ورشقتك فريق تغزية العلاجية هيساعدك توصل لأفضل نسخة من نفسك والأسنانك فريق الأسنان عندنا بيقدم لك العناية المثالية من أول الحشوات لغاية تجميل الابتسامة وعشان راحتك في الحركة أطباء العظام مستعدين لحل أي مشكلة تعاني منها لو عندك أطفال مفيش أفضل من رعاية دكترة الأطفال عندنا اللي بيفهموا احتياجاتهم كويس والكل ما يتعلق بصحة جهازك الهضم وأمراض البطنة عيادة البطنة بتوفر لك أعلى مستوى من الرعاية وقلبك دايماً في أمان مع أطباء القلب والأوايات دموية والقلب والصدر لو بتحتاج دعم نفسي أو عندك مشاكل عصبية دكترة الطب النفسي والمخ والأعصاب هنا لمساعدتك كمان عندنا أفضل جراحي التجميل والجراحة العامة للتعامل مع أي حالة تحتاج لتدخل جراحي ولعلاج آلام المفاصل عيادة الرماتيزم بتوفر لك الحلول الفعالة وأخيراً بنقدم لك رعاية شاملة في تخصص الأورام مع فريق طبي مؤهل ومتكامل في كيركيو صحتك أولوية ورعيتك هي رسلتنا وفيه الكرام بجدر التحية بحضراتك وفي حلقة جديدة من حلقات برنامجك سير صحتك وجمالك حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مشكلة أو واحدة من المشكلات الأكثر شيوعاً بين كتير من الناس على مستوى الفئات العمرية المختلفة سواء بمشاكل خاصة ببعض الإصابات اللي ممكن أي شخص يتعرض لها سواء كان بيلعب كرة أو بيهزر مع حد أو شايل حاجة تقيلة أو طالع سلم أو زي ما بيقوله رجل وخانته كمان في بعض من المشكلات اللي بتصيب كبار السن هي مشكلة في خشونة المفاصل اللي في بعض الأحيان الشخص ممكن يحمل على نفسه في الحركة ويحمل على نفسه في المشي دون اللجوء إلى الطبيب وخاصة إن إحنا متعودين إن إحنا آخر حد بنروح له عندما يشتد الألم هو الطبيب أو ما تحس إن إنت تعبان ومشهدت حرك مكانك طولاً هروح للدكتور ودي من الحاجات الخاطئة واللي إحنا دائماً وأبداً بنحاول إن إحنا ننوه عنها ونحاول إن إحنا نرفع فيها الوعي مجرد ما تشعر بألم سواء في عظامك أو في مفاصلك أو في ظهرك أو في رقابتك أو في رجبتك توجه فوراً إلى الطبيب المختصى عشان يساعدك في علاج المشكلة قبل ما تتفاقم وقبل ما يحدث فيها الكثير من الآلام والكثير من المضاعفات اللي تخلينا بعد كده نلجأ لإجراءات أكثر خطورة أو أكثر يعني إجراءات أكثر تكلفة بالنسبة للمريض والهدف في الطب هو مبدأ عام كده بنقول الوقاية خير من العلاج وقد يكون الوقاية في البداية هو إنه الشخص يسمع للإنذار اللي بيجي لجسده ومفاصله إن إنت عندك مشكلة فاروح اتطمن على نفسك عش كده دايماً بنقول لكم توجهوا فوراً إلى الطبيب عند الشعور بأي مشكلة أو بأي عرض من الأعراض اللي ممكن تسهب لك علام بحلقة النهاردة هنتكلم عن مشكلة خشونة المفاصل وإمتى نلجأ إلى عملية تغيير المفصل وإيه الخطوات اللي إحنا ممكن نلجأ لها قبل عملية تغيير المفصل تساعدنا في إن إحنا نتحرك بشكل أكثر أماناً وأكثر سهولة وأكثر فعالية ونقدر نقوم بالحاجات الطبيعية اليومية اللي إحنا حابين نقوم بيها عشان كده معانا ومعاكم النهاردة الدكتور أسامة عوكاشة استشاري جراحة العظام والمفاصل والمناظير الجراحية دكتور أسامة برحب بك دكتور خالد إزاي حضرتك إيه الأخبار إيه الحمد لله تمام النهاردة واحدة من أكثر المشكلات شيوعاً هي المشكلة اللي دايماً تلاقي الناس دايماً بتشكي عنها في العيادات ومع بعضيهم كده في أي قاعدة أنا رجبتي واجعني ظهري واجعني رقبتي بالطقطة رجلي بتخلني وأنا ناعد بشي قادر أوطي لما بشي الحاجة تقيلة أو ببزل مجون بحس بألم في البداية كده قبل ما نخش عن البديل الآمن لعمليات تغيير المفصل إزاي الشخص يشعر أو إيه الإنذار اللي الشخص بيشعر بي قلت لك أنا فعلاً عندي مشكلة محتاجة نروح لدكتور طيب واحدة واحدة كده احنا محتاجين نرتب الأعراض اللي حقاك قلتها دي محتاجين نحطها كده يعني في سيستم معين مبدئياً الإنسان بيمر بكذا مرحلة في شكاوى العظام أو هنقول مفصل الرجبة بالتحديد اللي هو أكتر مفصل بيحصل فيه يعني معدل حدوث للخشون الإصابات في الرجبة عمتاً بتتأسم لإصابات في صغار السن وفي الفئة متوسطة العمر وفي كبار السن بما أن احنا بنتكلم عن خشونة المفاصل خشونة المفاصل بتبقى أكتر في اللي هو الفئة المتوسطة في العمر والفئة اللي هما كبار السن الفئة المتوسطة في العمر الإصابات ما بتبقاش خشونة في الأول كده ببساطة هي لازم قبل ما بتوصل لمرحلة الخشونة موضوع يتعلق بالغضريف في الرجبة والأربطة ممكن يحصل فيها إصابات زي ما حقاك قلت كده عرض من الأعراض اللي هو رجبته بتخونه رجبته بتخونه دي فإحنا بنتكلم هنا عن مجموعة إصابات مجازاً بنسميها الإصابات الرياضية لأن هي بتحصل أكتر في الرياضيين أو الناس اللي هما لسه وظيفهم أو طريقة شغلهم مجازاً نقدر نطلق عليهم أنه هما ناس رياضيين ومن هنا طريقة حلها بتكون مختلفة شوية الموضوع بيبقى يعني كونزيرفاتيب أكتر أو تحفوزي أكتر من اللازم من هنا ظهرت وتطورت جراحة مناظير الرجبة مناظير الرجبة بقى إذا كنا هنحل بها مشكلة وظروف الرجبة أو هنحل بها مشاكل زي أطع الرباط الصليبي الأمامي أو أطع الرباط الصليبي الخلفي طبعاً الحاجات دي يعني كل المشاهدين أعتقد سمعوا عنها وحصلت كتير سواء في حد من قريبهم أو في لعيب كورة أو حتى مثلاً بيستاذاً كل لعيب مختلف بلعب في مكان هو نازل اللي لعب ماتش كده مع أصحابه فجأة شوطة رجلي فلا تتعدت منه حد عمل نفسه فيها كريستيانو كده وقام خط وخطة من النص كده هيبدأ يشعر بقلم القلم ده قد يكون أطعف الرباط الصليبي كنا لما نسمع أنا تحدي لما كنت أسمع نفلان جالوا أطعف الرباط الصليبي سواء لعيب كورة بحبه أو حد من الناس العاديين بتشعر بالقلق والخوف والمشكلة دي هتحلل إزاي طبع تاخذ وقتها دي طبع تتكلف إيه يعني بيجي في دماغك بعض الأسئلة إيه التطور اللي حصل في الفترة الأخيرة في المناظر الجراحية لعلاج مشكلة أطعف الرباط الصليبي التطور اللي حصل في الفترة الأخيرة أولا الإمبلانت نفسها أو المسامير اللي بنشتغل بيها الموضوع بقى أكتر تطور بكتير زمان كنا بنستخدم مسامير عادية أو معدنية يعني وده طبعا يعني كان أسلوب بداية شوية وكان حتى مفيش حتى جراحات المناظر الأصل الموضوع بدأ يتطور شوية بشوية والحمد لله مصر من الدول السباقة في الموضوع ده واللي تقريبا ما فيش حاجة بتبقى موجودة برة إلا لما بتبقى في نفس التوقيت أو يعني مجرد ما بينزل تكنيك جديد الحمد لله يعني في تواصل ما بين آآ كليات الطب في مصر وما بين المؤتمرات اللي بتحصل في مصر والكليات الطب العالمية فالحمد لله يعني المجال ده تقريبا نقدر نقول إن إحنا زي برة وأحسن كمان في بعض الأحيان الامبلونت بقى فيها تغير كبير بقى عندنا دلوقتي المسامير أو التكنيكس اللي بنستخدمها بقى عندنا باي دي جريدبل اللي هو المصمار ذاتي الزوبان اللي هو في خلال ستة شهور تقريبا الرؤعة بتبقى في مكانها كأنها الرؤعة الطبيقية والمصمار ده بيدوب تماما ده بالنسبة للامبلونت كمان بقى في حاجة اسمها الادجستو باللوب أو اللي هو اللوب معين كده بنستخدمه بحيث إن إحنا نزبط التوم بتاع الرؤعة والسترينس بتاعها بحيث إنها تكون مشابهة تماما للرؤعة الطبيعية اللي ربنا خلقها أو حتى كمان في بعض الأحيان في الرياضيين إحنا بنعمل آآ رؤعة بسترينس أعلى بحيث إن هي تقدر تتواءم مع المتطلبات اللي ممكن يحتاجها اللعيب ده في الملعب ما بعد الإصابة آآ برضو من الحاجات اللي إحنا اتطورنا فيها جدا حتى التكنيكس اللي إحنا بناخد بها الرؤعة زمان كانت الرؤعة دي بتتاخد من مكان معين جنب الركبة عضلة اسمها السيميتندنوزيس والسيميمبرانوزيس وكان هو ده التكنيك المعروف وخلاص على كده دلوقتي الحمد لله إحنا يعني بناخدها أحيانا من آآ الكاحل آآ من عضلة اسمها البرنياس ودي آآ أولا بتاعها بيكون أعلى آآ ما بتسببش أي مشاكل في المكان اللي هي بتتاخد منه وبنقدر إن إحنا نستفيد بمميزات العضلة دي وفي نفس الوقت برضو آآ بتدي آآ باور أعلى وبتبقى مفيدة معانا أكتر في التأهيل ما بعد العملية دي من أهم الحاجات يعني دي الحاجات اللي تطورت في المناظير الجراحية تمام او العاملات الجراحية لعلاج مشكلة قطع رواق الصليبي اللي كان بيبقى فيه قلق لكتير من الناس تمام آآ دايما آآ الواحد قبل ما يخش لدرجة تالتة ولا درجة رابعة في خشونة المفصل وخاصة المفصل للرجبة آآ بيبقى في تكنيكات أولية لعلاج الخشونة في بدايتها تمام آآ الدكتور قسامة بيجيلوا العيان ايه اول تكنيك بيبدأ بيه او ايه الفقصات كمان اللي بيبدأ بيها للعيان وبعد كده يشوف التكنيك الاول والتاني والتالت على حسب كل حالة مرضية او كل مشكلة العين بيعني ما والله هو الموضوع مرتبط اكتر بالسن وبالوزن وبطبيعة النشاط وبقوة العضلات وبالتاريخ المرض للمريض والمريض ده عامل حقنا قبل كده ولا لأ آآ متطلبات المريض ده ايه بيشتغل ايه يعني مسلا الحاجات اللي تنفع لست بيت مسلا عندها حاجة وستين سنة آآ جدة مسلا غير الحاجات اللي هنعملها لمسلا سيدة عندها مسلا خمسة وتلاتين او اربعين سنة وعندها اطفال في مدارس ولسه بتشتغل وسكنة مسلا في الدور العاشر غير الموضوع مختلف ومعقد شوي لكن احنا نقدر نلخص الموضوع ونبدأ بان احنا آآ في الاول زي ما قلنا بنلجأ الاول ان اي اي اصابة بتحصل في الرجبة بنحاول قدر الامكان ان احنا نحافظ على آآ وظيفة المريض ونشاط وقدر الامكان وبالتالي بنلجأ اكتر لآآ جراحات المناظير خاصة ان الكمبيكيشنز او المشاكل اللي بتنشأ عن جراحات المناظير قليلة جدا فاحنا بيبقى عندنا نزع اكتر لان احنا آآ نلجأ للحلول التدخلية اللي هي زي منظر الرجبة ازا كنا حتى ما فيش اصابة مسلا في الرباط الصليبي احنا لسه كنا بنتكلم عن الرباط الصليبي عندنا غضروف الرجبة برضو آآ الموضوع في غضروف الرجبة بنحاول قدر الامكان ان احنا نحافظ عليه بافضل صورة ممكنة وبالتالي بنلجأ دايما اللي احنا لو فيه قطع في الغضروف بنعمله تدخل لان القطع الغضروف ده اللي هو بعد سن الخمسة وتلاتين او اربعين هيقودنا بقى المشكلة التانية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي خشونة الرجبة خشونة الرجبة احنا زي ما قلنا الجراحات المناظير من اكثر المشكلة دي من اكثر المشاكل شيوعا تقريبا انا ما يعني 90% من العيادة خشونة رجبة مجبسة كانت ترسامة هي من اكثر المشاكل اللي فيها اقاويل كتيرة بالضبط ومن اكثر المشاكل اللي فيها حواديت وقصص من عيان لعيان ومن دكتور لدكتور ومن تكنيك لتكنيك تمام ومن اكثر المشاكل المؤلمة والمزعجة نفسيا وصحيا لأي مريض بالضبط دي حقيقة الحاجات اللي احنا بنلجأ لها الغير جراحية بنسميها زي حقن الكولوجين او الهيالورونيك اسيد الحقن الجيلاتيني الحقن الجيلاتيني دي احنا بنلجأ لها اولا في الناس اللي هم الخشونة من الدرجة الاولى والتانية والتالتة وده يعتبر هو علاجه يعني ده كده احنا ما ديناهوش حاجة يعني مسكنة او يعني تصبيرة زي ما بيقولوا لا هو ده العلاق فعلا لان احنا في الوقت ده احنا محتاجين ان نحافظ على ليونة المفصل ومحتاجين ان المفصل ده يتحرك بدون احتكاك وفي نفس الوقت نحافظ على الغضروف من غير ما يكون ابتدى ينشف ويحصل فيه تشققات وبالتالي تحصل فكرة القرح اللي بتحصل في الرب من هنا احنا عندنا اول تكنيك بنستخدمه اللي هو حقن الهيلورونيك اسيد او الكولوجين احيانا في السن الصغير بنعمل حقن البلازمة وبنعمل دمج ما بين الاتنين البلازمة والهيلورونيك اسيد ده بيبقى مفيد اكتر في حالات قطع الغضروف للناس اللي احنا مش هنعمل لهم عمليات وفي نفس الوقت الخشونة من الدرجة الاولى والتانية والتالتة الموضوع بيبقى كويس جدا لو تلحق في الاول طبعا عندنا بعض التكنيكس اللي احنا بنعملها برضو زي التردد الحراري وحقن الرجبتين طب قبل انه رحل التردد الحراري دكتور اسامة اه اه كان زمان اول ما بدأ الحقن كانت الناس اه من دايما تقول لك انا هحقن البي ار بي او البلازمة اللي هي حقن البلازمة الغناب الصفاحة الدموية عشان يعالج المشكلة هل هي اه نوع علاجي ولا وقائي ولا اه وظيفتها اي تحديد طيب البلازمة احنا تكلمنا عنها في عجالة بس ما فيش مشكلة نديها حقها شوية هي فكرة البلازمة البلازمة احنا بنلجأ لها في اه خشونة المفاصل في الخشونة في الدرجة الاولى والتانية والتالتة انا بعملها دايما لمريض لسه سنه صغير يعني هنقول تحت الاربعين مثلا طب ليه تحت الاربعين لان لسه الخلايا نفسها عمرها لسه مش كبير وبالتالي هتستجيب الاستيميوليشن اعلى فكرة البلازمة هي بتعمل استثارة للنسيج اللي هي بتتحط فيه بحيث ان هو يعيد تكوين نفسه او تدي له تنبيه ان هو يعني يحصل زي ري جينيريشن او اعادة تكوين للنسيج الصحي في المنطقة دي وبالتالي مش منطقي ان احنا نعملها مثلا في سن ستين سنة او سبعين سنة ده يعني دي المدرسة اللي انا مؤمن بيها في شغل ستين سنة او سبعين سنة احنا هنلجأ لتكنيكس تاني هنتكلم عنها اه بعدين حقا انجيناتينية ولا ولا تكنيكس اعلى او انجيناتينية وبنعمل معاها اه تردد حراري وممكن نعمل معاها بقى برنامج تأهيل وعلاجي وطبعا احنا عندنا في العيادة الحمد لله متميزين بيه جدا في كلا اندكيور ويعني يا حباك استاذنا اه عندنا اه علاج طبيعي بنعمل علاج طبيعي كويس بنعمل برنامج تمارين وتعليمات للمريض اه ما بقى يعني بنقسمها اسابيع كده من بعد الحقنا على طول اول اسبوع بيبقى فيه تعليمات تاني اسبوع بيبقى فيه تعليمات وبنلجأ بقى للعلاج الطبيعي لفترة طويلة بحيث ان احنا نعوض اه الاستيفنس او الخشونة اللي حصلت دي نعمل تنشيط للانسجة اللي حوالين الرجبة نبتدي نقوي العضلات نبتدي نقلل من فكرة الاحتكاك اللي موجودة طبعا بنكون قبلها عاملين الحقن الحقن بيسهل علينا دور كبير في المرحلة في الرحلة العلاجية دي وبيحافظ على الغضروف قدر الامكان بنعمل بقى ساعتها زي ما قلت لحضرتك بنعمل الحقن الهالورونيك اسد وبعديه بنعمل التردد الحراري على طول التردد الحراري هنتكلم عنه واحنا نتكلم عنه يكون فريل اعداد كمان يعني حطلنا حضر لنا فيديو كده نطلع نسمعه عن لعبة كانت عملت اجراء من الاجراءات الجراحية وكانت حالة من حالات النجاحة لعبة سودانية لعبة قرة قدم كانت اصيبت بعض يعني اصابة من الاصابات هتتكلم عنها والدكتور هيعلق لنا برضو عليها بعد ما نسمعه ولكن التردد الحراري بدأ ينتشر فترة الاخيرة اعلانات كتيرة طول ما انت بتسكرول كده على الفيسبوك او على اي منصة من التردد الحراري هيقضي لك على المشكلة التردد الحراري لعلاج مش عارف ايه التردد الحراري التردد الحراري ما هو التردد الحراري طيب نقول دلوقتي ولا نسمع الفيديو الاول لا نقول دلوقتي لحد ما الفيديو يكون جاهز وبعدين نروح نسمع الفيديو التردد الحراري ببساطة هو عبارة عن ان احنا بنخش بموجات ريديو فريكونسي على النسيج المصاب او اللي فيه المشكلة يعني التردد الحراري ليه استخدامات كتير لو هنتكلم في الرقبة اللي هو المشكلة اللي احنا لسه بنتكلم فيها احنا بنخش على الجينيكلر نيرفز او اللي هي الاعصاب اللي بتغزي الرقبة بنقلل من عدد الشعيرات الحسية في المنطقة دي يعني بمعنى لو فيه مثلا الف ريسيبتور او الف مستقبل للالم حوالين الرقبة في الشخص المصاب انا بالنسبة لي وجود الالف مستقبل دول مشكلة فانا بلجأ ان انا مجرد ان انا بشتغل بالتردد الحراري على مستقبلات الالم بحيث ان احنا نقلل من طريقة استقبال الجسم للالم وده ليه تأثير كبير على ان الشخص يفضل فترة طويلة احساسه بالالم في المنطقة دي قليل وده انا شايفها حاجة كويسة جدا لو احنا استخدمناها ضمن البروتوكول وضمن الاطار اللي احنا لسه قيلين عليه يعني دايما السؤال بقى دكتور هو التردد الحراري ده مسكن ولا علاج قبل ما نعرف التردد الحراري مسكن ولا علاج هنروح نسمع الفيديو للعبة السودانية ان شاء الله فيديوكم جاهز معنا ونسمع الفيديو ونشوف رأيها ايه وتقول لنا بعدها هل تردد الحراري هو مسكن ولا علاج هنروح نسمع الفيديو اللاعبة السودانية لقرة القدم بعد ما اجرت جراحة لمشكلة كانت موجودة عندها ونعود لكم مرة تانية بسم الله انا سامي قسم حسان عيد لاعبة فريغة التحدي والمنتخب السوداني جات عدني مشكلة كان بالرباط الصليبي قبل سنة وشوية كده في البداية الشخصت غلط عملت تأهيل وحسيت بان التأهيل ما مزبوط معي في السوشيال ميديا تابعت صفحات كتيرة كده تابعت دكاترة تابعت الأربطة والتابعين للعظام وكده بالصدفة كده لجيت دكتور سامعو كاشا حتى في الحالات اللي جيتها انه يعني عنده كتير من السودانيين قلت احسن اجي يشوف البرنامج بينفسي اول ما جيد عملت الرنين سألني من الحالة وانه انا الحاصل عليه شنوه حكيت له الجسة كلها فقال لي انه انا عمل عملية قلت خلاص اعمل عملية بالمرة انا هسا حاليا ليز وعين حتى العملية الجاعدة ذاتة مختلفة من البداية من اول ايام والحمد لله اللي امر كلها ماشا 100% وحاليا بعمل في تأهيل وان شاء الله برتعبكوها وانا بشكر دكتور سامع جدا بتعامله كويس جدا يعني عموما مع كل الناس حتى هنا المستشفى المميز ما شاء الله تعامله جميل جدا وبشكر كل الاسطاف شكرا لكم انا ليست جالسات الصحة حاليا دلوقتي حتى في الفرد والتاني حلو شديد يعني حتى كده يمكن 45 ولا 60 ما عارفة لكن انا عموما حاسة بالفرق يعني شديد حاسة بالفرق والحال ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما اسمعنا فيديو لعبة سودانية كان عندها اطعف الرباط الصليبي وكان عندها مشكلة في الغضروف الهلالي كانت اطعاد الدكتور هيعلنها على الفيديو ده ونرجع نقول هل التردد الحراري علاج ولا مسكن للألم فقط يخلي المريض لا يشعر بالألم لفترة زمنية معينة ويرجع يشعر به مرة تانية نكره سامي طيب هو طبعا بالنسبة للفيديو سامي حد من الناس اللي عزاز علينا جدا هو الفيديو طبعا بتاريخ قديم هي الحمد لله رجعت للملعب هو بس يعني ده اللي قدرنا نحضره بالنسبة للإعداد كان عندها اطعف الرباط الصليبي وكان عندها اطعف الغضروف الهلالي احنا دخلنا بالمنظار عملنا اعادة بناء للرباط الصليبي وزي ما قلت حدك دي من الناس اللي احنا استخدمنا فيهم التكنيك اللي هو بتاع البرنياس يعني خدنا رؤعة من منطقة الأنكل وعملنا اعادة بناء للرباط الصليبي لعيبة الكرة دايما انا بالجأ ان انا بعمل الرؤعة تريبل يعني ايه يعني انا باخد الوطر اللي انا باخده وبالفه حوالي نفسه تلات مرات بحيث ان هو يديني سترينس اعلى من حتى السترينس بتاع الرباط الصليبي العادي اه طبعا استخدمنا منتجات اوروبية عالية الجودة احنا هنا بتتكلم عن لعيب كرة يعني ما فيش هزار اه انا مش هراح يمشوا بتاع ده يعني جهات شديد وحركة ودمرين واحتكاكات وحركات وبتاع ففكرة ان انت يعني اللي ممكن تعمله للشخص العادي الطبيعي اللي بيبزل موجود عادي ما ينفعش اللعيب كرة خالص اللعيب بيلعب نوع معين من الرياضات اللي بتكلم حمل على ربيته ودي مصدر اكل عيشه زي ما بيقول بالزبط كده دي حقيق انت هنا بتتكلم عن حد والحمد لله هي سامية مثال لعيبة كتير من اخواتنا في السودان شرفونا لفترة اللي فاتت واجروا معنا اه جراحات سواء كانت في الاصابات الرياضية زي اه الرباط الصليبي او الغضروف الهلالي اه نعيبة عاملوا معنا حاجات اصابات في الكتف اه مرضى عاديين بقى عاملوا معنا جراحات مفاصل واجراحات الكسور وحاجات كتير جدا حالات نجاح كبيرة انا عارف دكتور اسامة واعتقد ان كل المتابعين والمهتمين دي مشاكل في المنفصل والعظام بيتابعوا الدكتور اسامة وبيتابعوا الكثير من حالات النجاح اللي دايما بتدي افضلية للمريض في اختيار الطبيب كسرت النجاح في حالات كتيرة ده بيقولك انه هذا الشخص مميز ومتمرس وهذا المركز وهذا المكان له اسبقية وله حضور في هذا التخصص وبالتالي بيديك تراسطة وبيدي لعن ثقة ان هو ييجي هو متطمن لاجراءة هذه الجراحة او العلاج هذه المشكلة التردد الحراري التردد الحراري التردد الحراري في حالات يعتبر علاج وعلاج هو الوحيد المستخدم يعني بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي ست مثلا عندها سبعين سنة عاملة عندها مركبة بيس ميكر مثلا في القلب منظم لضربات القلب عندها فشل كلوي عندها ضغط عندها سكر وزنها ما ينفعش تخش عمليات ما ينفعش تخش عمليات من النحية الطبية وكمان من النحية النفسية لان برضو احترام رغبة المريض دي حاجة مهمة يعني انا ما ينفعش ااخد قرار عملية واجبر المريض عليه لا هو الطبيعي ان انت تحط للمريض وبالتالي مريضة زي دي دخولها العمليات ده في خطورة عليها من كل الاتجاهات زائد عدم رغبة من نحيتها هي وبالتالي هنا احنا هنا بنتكلم عن التردد الحراري لا هو علاج وهو العلاج الوحيد من وجهة نظري المتاح في حالة زي دي اللي هو الادوية مع العلاج الطبيعي مع التردد الحراري ده اللي نقدر نعمله في حالات تانية بيبقى التردد الحراري يعتبر يعني اختيار من ضمن الاختيارات يعني انا نقول التردد الحراري الاختيار الاول هو عيان ما يقدرش يخش العمليات وعنده مشاكل صحية تمنعه من اجراء تغييل لمفصل او اجراء عملية جرحية معانية ده كده رقم واحد رقم واحد رقم اتنين مريض برضو عنده نفس المشكلة دي بس المشكلة دي لسه من الدرجة الاولى يعني مثلا حد لسه عند تلاتين سنة عنده انزلاق غضروفي من الدرجة الاولى او التانية تمام وفي نفس الوقت يعني مش منطقي ولا طبيعي ان انا كل مريض عنده انزلاق غضروفي غضروف صغير ادخله عمليات وبالتالي انا باخد بيه الاجراء ان انا بخش بعمل تردد حراري بدل ما كنت مثلا هدخل مئة عيان العمليات يا سيدي تمانين في المئة تمانين عيان هيتحسنوا وعشرين ما تحسنوش وبالتالي انا كده قللت اولا دا كوست عالي على الدولة على النظام التأميني على الناس دي شغالة في وظائف اجازاتهم وفي نفس الوقت برضو الريسكي هيا الجراحة احنا جراحين اه بس في النهاية الجراحة لها مشاكلها وبالتالي انا ما ينفعش اخد قرار الجراحة الا لما يعني اوصل واستنفذ كل المحاولات ما قبل الجراحة دي مدرسة من المدرسة اللي انا بحبها اللي هي مدرسة التدخل الاجراحي هو التدخل الاخير بالنسبة للمريض من الطبيب ومش اول حاجة يبقى بالنسبة لي التدخل الاجراحي والحال لا خالص الاجراءات ما قبل التدخل الحالي قد يكون لها نتائج والسمار مميزة جدا افضل من التدخل الاجراحي ودي مدرسة دكتور قسان تمام بالزبط كده وحتى في فيديو احنا كنا عملناه في العيادة عندنا احنا بنتكلم عن ان مثلا معدل الاجراءات الجراحي مثلا في موضوع زي الانزلاق الغدروفي يعتبر مثلا هنقول 5% من المرضى هما اللي بنلجأ فيهم لحلول جراحية و95% بيتعالجوا يا اما بادوية او بعلاج طبيعي او بتردد حراري او حتى براحة وتقليل مجهود وتقليل وزن او تغيير حتى وظيفة 5% الباقين اللي مش هيحصل فيهم تحسن احنا ساعتها بنلجأ لان احنا بنعمل الحل الجراحي الحلول الجراحية زي ما في بعض الاحيان بتكون هي الملجأ الاول والملجأ الوحيد هي قد تكون في بعض الاحيان هي ملجأ رقم اثنين او رقم ثلاثة او رقم اربعة المهاردة العيان عملنا له حقنا له وعملنا له تردد حراري او باختلاف المرضى في حد مش هينفع مع الحق انه يكون مش هيجيب نتيجة او التردد الحراري هيكون نتيجة قليلة بالنسبة للمريض ده وصحيا يستطيع ان يتحمل عملية تغيير المفصل تمام يا ترى ايه هي عملية التغيير المفصل الي عليها كلام بقى بص انا شايفها متهم اتهامات خطيرة جدا بز Häف عايزين نقول ايه هي العملية وانواع تغيير المفصل طيب ببساطة كده احنا بنتكلم هنا عن اه تغيير المفصل تغيير المفصل بنستخدمه في اكبر مفصلين في الجسم اللي هو مفصل الفخت ومفصل الرق scriptures لو احنا بنتكلم عن خشونة المفاصل فدول اكتر مفصلين بنستخدم فيهم فكرة تغيير المفصل لو هنتكلم على مفصل الرجبة مثلا هو مفصل الرجبة ببساطة هو فكرة ان احنا بنغير المفصل دي يعني هنقول ان هي مصدر رعب ومصدر قلق ومصدر خوف للعيان فنوصف العملية ببساطة كده ان احنا بنفتح جزء معين في الرجبة وبنعمل كسوة لسطح المفصل بجزء معدني اللي هو سطح مفصل الفخد مع سطح مفصل الصاخ وبنحط فاصل ما بينهم اللي هو البولي اسيلين ده ببساطة كده موضوع تغيير المفصل العيان بيفتكر ان احنا هنشير رجبته وهنحط له رجبة جديدة وده مش حقيقي يعني هو انا لما بوري المريض الاشعة يعني يا سيدي دي العملية يا دكتور يعني هي الحتة الصغيرة دي بس اه هي الحتة دي بس تمام طبعا بقى هنمر بقى بموضوع اللي ان حباك لسا ذاكره دلوقتي موضوع المضاعفات هو دايما فكرة المفصل ولك اصل قريبي عمل مفصل عمل مفصل من كزا وحصل له 1-2-3-4 بالزبط اه برضو عشان نوضح للناس المفاصل من الحاجات اللي learning curve او طريقة التعليم بتاعتها كانت مختلفة يعني المشاكل اللي بتظهر النهاردة دي هي مش بتاعة عينين عملوا النهاردة هي بتاعة عينين بتعملهم العمليات دي من سنين كانت لسه نوعية المفاصل المختلفة اه معدل التعليم او معدل اكتساب الخبرات والمهارات بتاع المفصل كانت لسه في بدايتها بالزبط كانت لسه تكنيك جديد وبالتالي دلوقتي الموضوع اختلف احنا النهاردة بننكلم عن مفاصل من شركات عالمية معدل العمر الفتراطي بتاعها بتعدل 25 وال30 سنة بنتكلم عن مفاصل المريض بيقدر يصلي بيها ويسجد ويركع تماما زيها زي المفصل الطبيعي زيها زي المفصل الطبيعي داخلنا يا دكتور اسامة ايه هي انواع المفاصل وهل بتختلف بقى معينة تقوله انت مين فاحتركب نوع المفصل ده وعينة تانية تقوله لا نوع المفصل ده والاختيار بيكون بنان على ايه في انواع المفصل طيب هو اختيار المفاصل الموضوع في الرجبة مختلف شوية الموضوع في الرجبة احنا عندنا اختيارين عندنا اختيار مفصل رجبة اولي اللي هو المفصل العادي اللي بيركب لتسعين في المية او تس خمسة وتسعين في المية من الحالات وعندنا مفصل بمواصفات خاصة ازاي مواصفات خاصة يعني احنا لو عندنا مريض لسه جاي لنا فريش من غير اه وجود مضاعفات ما عندوش تقوص كبير في رجبته اه الاربطة عنده كويسة المفصل الاولي هيكون مناسب ليه جدا عشان كده دائما بنأكد ان احنا يعني بنعمل العملية في وقتها المزبوط. انا بيجي لي مرضى للأسف الفترة دي بالتحديد بسبب الخوف اللي حالك بتقوله وضعهم الصحي كويس وطريقة نشاطهم وطريقة وظيفتهم محتاجة مجهود ومحتاجة شغل وتلاقيه ان هو بيلجأ لحلول تانية واختيارات تانية ويعني يجبرنا عليها زي الحقن وزي التردد وساعتها احنا بنلجأ للحاجات دي واحنا مضطرين في حين ان هو هيستفيد اكتر بكتير لو عمل الجراحة فيما عادها. لان انت اولا بتختار مفصل لسه مواصفاته بسيطة وبالتالي بتعتمد على اربطة الشخص نفسها او اربطة الانسان وبالتالي دي بتدي وظيفة احسن شوية من اللي احنا هنعمله وفي نفس الوقت بياخد افضل اختيار او تكنيك ممكن. فيه بقى مفصل بمواصفات خاصة بنعوض بيها اربطة فقدت او فقدت وظيفتها. العيان اللي هو ينفع يغير المفصل والان من تغييره. العيان اللي سمع كلام جاره من تلاتين اربعين سنة وقال له انا غيرت مفصل وايه اول دي غير مفصل ومرتحش عليه فنقول له انو الحاجات دي كانت في مراحل سابقة مراحل مراحل كان في بداية انواع المفاصل والتكنيكات لسه ما كانتش تطورت وزي ما اي حال بتتطور في المجال الطبي في البداية بقى فيها نسبة اخطاء معينة بعد كده بتبضل تلي نسبة الاخطاء لان نوصل لنسبة نجاح كبيرة جدا في عمليات تغيير المفصل واحنا في مصر الحمد لله انا بسمع كتير من الناس بيحكوا تجربتهم في عمليات تغيير المفصل تجارب رائعة ويحبطوا من الشعور طول الوقت بالقلم والازى وانو مش عارف يتحرك ومش عارف يوم مش عارف يمشي. بالزبط كده. واحنا طبعا عندنا او عندنا انا شخصيا بتتقى يعني بمبدأ او ماشي بمبدأ اه الحل اه او الجراحة الامنة الجراحة الامنة دي اه تعتبر اه تكنيك بالنسبة لنا تكنيك معتمد يعني بمعنى ان احنا مقابن الجارش للجراحة الا في مريض ينفع ليه مية في المية الجراحة وبنحاول قدر الامكان ان احنا نقلل من فكرة وجود مضاعفات يعني بمعنى ان احنا بنعرف المريض اولا المضاعفات دي قد ايه هنتحملها ولا لا ولو هنتعامل معها ازاي ولو حصلت طريق التعامل بتاعتها بتكون ايه بحيث ان المريض اولا يبقى عنده معرفة كاملة بايه اللي هيتعمل ويه اللي هيتعمل ده هيفيده بايه ووارد ان هو يضره في ايه ونسبة حدوث الضرر دي وارد انها تكون بنسبة قد ايه موضوع المصارحة ده بريحنا من مشاكل كتير بعد كده ده رقم واحد رقم اتنين ان احنا حتى في التكنيكس نفسها انا الحاجة اللي حتى هي تعتبر مغمرة من ناحية الطبيب هتجيب نتيجة بس لو حصل ان هي ما نجحتش 100% هتضر المريض انا ما بلجأ لهاش انا ممكن اعمل جراحة تحفظية شوية بشكل امن نوعا ما على اساس ان انا ما فقدش وظيفة او ما خشش بمضاعفات اخرى تضايق المريض اكتر من اللي انت كنت ممكن داخل عشان تعمل وده الحمد لله محقق معنا نسب نجاح كبيرة جدا لان ده في الاخر يعني ايه مخلي يعني فكرة الامان هي رقم واحد قبل حتى نجاح الجراحة نفسها ده في النقاء بتعامل مع مريض مش بتعامل مع جزء في مشكلة لأ انت بتبص الحياة المريض بشكل عام على ان هي بكتش لازم تحاول توصل المريض ده لبر الامان زي ما بيقوله هو جاي بيشتكي من مشكلة مش عايز يخش مشكلة تانية هو جاي يتخلص من مشكلة وتخلصه من المشكلة دي هيكلف وقت ومجهود وفلوس كمان وبالتالي هو عايز يخرج افضل مش يخرج بمضاعفات قد تكون اه ممكن يكون على كله مشكلة بس دخلتك مضاعفات تانية هو في غين عنها وممكن يرفضها ممكن ما يتقبلهاش بعد عملية تغيير المفصل هل المريض بيعمل عملية علاق طبيعي مثلا او بيخش في تدريبات معينة او لايف ستايل معين يساعدوا ان المفصل ده يظل جيد ويظل كويس المفصل الطبيعة دكتور اسامة باص فهيجي واحد يشالك لك المفصل الصناعي هيكمل معايا ويعشان يكمل معايا بصحة كويسة هعمل ايه هو احنا الحمد لله معانا حالات عملت معانا تغيير مفاصل النهاردة بنتكلم في عشر سنين واحداشر سنة بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي مية في المية اه التعليمات اللي احنا بنتكلم عليها بقى ما بعد تغيير المفصل اولا انا ممكن في بعض الاحيان اعمل تأهيل المريض قبل العملية تأهيل علاق طبيعي. اه게요. عشان نعمل چنشيط للعضلات بعد العملية انا بمشي المريض احنا انا بنتكلم على مفصل الفخد ومفصل الرجبة عادة بنسبة تسعة وتسعين في المهم من الحالات احنا بتمشي المريض بعد العملية مباشرة او طاني يوم الصبح طبعا معايا يعمل عملية التغيير المفصل للأم منها. خايف منها. متوتر منها. وسأل طوب الارض عليها. يعمل العملية النهاردة بكرة بعده يقوم يمشي روح. بيقوم يمشي تاني يوم العملية. كويس. وبندي له تعليمات للتعامل مع الجرح زي اي جرح في الدنيا. كأنه عامل زي ده. كأنه عامل. الجرح بيبقى مساحة تقريبا حوالي ستة سنتي او خمسة سنتي. ستة سنتي. في مكان واحد. في مكان واحد في الرجبة. المكان ده بيكون فوق عظمة الصابونة. كويس. تمام. آآ بنقومه على رجليه من تاني يوم العملية. بنفك الغرس بعد اسبوعين. بنعمل العلاج الطبيعي من بعد اسبوع او بعد عشر تيام. ومش كل المرضى بنعملهم علاج طبيعي. احيانا ممكن نعلمه تمارين يعملها في البيت ودي تكون كافية بالنسبة. بعد شهر شهر ونص احنا بنلجأ. خلاص احنا كده بنوصل الحمد لله للوضع الطبيعي مية في المية في معظم الحالات. الا بقى لو مريض آآ عنده مشكلة في عضلة ما او هو اصلا كان عنده آآ تقوس او كان عنده مضاعفة معينة. احنا ساعتها بنكون معرفينه وخلي بالك احنا هنطول شوية التأهيل ممكن نزوده شوية. آآ استجابة الناس برضو للموضوع مختلفة يعني هو الرد فعل لجسم الانسان مش واحد في كل الناس. في حد ممكن من بعد ست جلسات طبيعي علاج طبيعي يرجع طبيعي مية في المية. ما تحتاجش حتى ان انت. ومناسبة العلاج الطبيعي دكتور اسامة. آآ كنا نتكلم قبل الفاصل انه في تيم محترم في العلاج الطبيعي في آآ عيادات كيركيور. على رأس التيم ده الدكتور احمد عزمي ستشارع علاج الطبيعي و الدكتورة منالة ديميري. والدكتور عبد الرحمن أحمد. من الرجال والسيدات يعني عشان اللي محتاج دكتورة في ميل تشتغل معاه. اللي محتاج دكتور يشتغل معاه. فالتيم كامل متكامل من آآ على راسهم من دكتور اسامة في جراحة العظم المفاصل ودكتور احمد عزمي في العلاج الطبيعي والتأهيل والدكتورة منالة الديميري والدكتور عبد الرحمن احمد لجأنا للعلاج الطبيعي والمريض عمل الجلسات بتاعته ويقدر بعد الجلسات يشعر بتحسن انديك لا احنا يعني عندنا ناس مثلا طبيعة شغلهم بتكون مكتبية مثلا او حد بيسوق او حد حتى احيانا بيمارس مهنة هنقول ان هي تعتبر شقة او اشغال مهن يدوية لا الحمد لله التحسن هنقول بنسبة سبعين تمانين في المية بنتكلم مثلا على سيدات مش قادرين يعملوا شغل البيت وست وزنها معقول ومعندها سكر ومعندهاش ضغط ولسه عايزة تتروح تتحج وده بيحصل كتير عايزة مثلا تعمل شغل البيت تشوف احفادها تخرج مش معنى ان الحياة مش متوقفة عند سن الخمسة واربعين او الخمسين او الخمسة وخمسين بالعكس هو ده بره اصلا بيعتبروه ان هو فيسيولوجيكا ليه لسه شاب تمام فبالتالي انت ما ينفعش توقف حياة مريض وتقعده في البيت وتعامله معاملة العجوز وده على المستوى الدخل القومي او على مستوى البلد انت هنا بتقلل من معدل الاعمار في الدولة فبالتالي انا شايف ان فكرة المحافظة على المفاصل او الوقاية من خشونة الرجبة او علاج خشونة الرجبة او حتى موضوع تغير المفاصل هي حاجة تمس الامن القومي او تمس هنقول يعني حاجة تعتبر مهمة جدا للبلد كلها فيعني انا شايف ان دي حاجة يعني لازم ناخدها في عين الاعتبار قبل ما نكمل او نكمل الجزئية الخاصة بعملية تغير المفصل وبعض الاسئلة الشائعة في هذا الموضوع التحديدا معنا اتصل تليفوني السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بحضرتك انا عندي بس استثار بسيط انا عندي مشكلة مع عمتي عمتي اا جات لها خشونا في الركبة تمام فالدكتور طلب منها عملية التغير المفصل اا عمرها كم سنة عمرها خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين سنة هي صغيرة جدا اا تمام ده مفصل ركبة ولا مفصل فخد يا فاني لا مفصل الركبة نفسه مفصل الركبة هي صغيرة اصلا هي ما هي اصغر واحدة فعمتي كلهم فصغيرة فحصلت لها خشونا كانت بتاخد دوة فالدوة ده عمل لها خشونا في الركبة تمام دوة ايه؟ ما عرفش مش عارفة الاسم عملها خشونا وفي دكتور تاني قال لها ان انت عندك هشاشة عظام تمام فطلبه في الاخر انها تعمل عملية تغير المفصل تمام بس هي برضو مش عارفة يعني تعمل ايه؟ يعني هي برضو خايفة انها تعمل دكتور قسامة هاردة على حدريك شكرا جزيلا لاتصالك واحدة انصال القطع يعني ولكن السؤال تقريبا واضح خشونا في الركبة عمره صغير جدا خمسة تلاتين سنة قال لها انت عندك هشاشة في العظام واطلب منها اجراء اجراء من الاجراءات الصعبة جدا هو عملية تغيير المفصلة للركبة هو طبعا يعني مع كامل الاحترام لرأيي حد زميل في النهاية هو شاف الحالة هو ده هيخليني انوه على مشكلة بتحصل معنا شخصيا معظم جراحات العظام وخاصة قرارات زي الجراحات عادة يفضل ان احنا ما ناخدهاش بالتليفون بمعنى ايه؟ ان ان انت دايما بتواجه مشكلة مع المريض ان هو ببعتلك حتى مش الاشعة تقرير الاشعة الهات تقرير اصلا اللي كاتبه الها التقرير اللي كأتبه دكتور الأشعة اللي هو ما شافش المريض ورائي دكتور الاشعة التقرير ده عبارة عن رائي الدكتور الاشعة في الفيلم اللي موجود قدام ببساطة كده ويا يا دكتور التقرير ده فيه ايه؟ وبالتالي انت هنا لو ما جاوبتش فانت متهم ازاي ان هي معي حالة زي دي يفضل طبعا ان احنا هنفحصها فحص ضكير ليه لان احنا في سن في تغيير المفصل في الرجبة احنا دايما بنحاول ناخر الموضوع قدر الامكان كل بتقول كده يعني خمسة وتلاتين ده يعتبر اه مش معتاد ان احنا نعمل تغيير مفصل في سن زي ده اه غالبا الدكتور اللي شاف الحالة طبعا عنده مبررات وانا ما شفتش الحالة لكن اه الموضوع هنا هيبقى مرتبط بان انت دايما بتلجأ ان انت بتخلي تغيير المفصل هنقول بعد سن الاربعين مسلا انا انا في الحتة ليه تحديدا احنا كان معنا فيديو عن اه اه سعيدة اتحقن لها الرجبة بتاعتها ولما اتحقن الرجبة بتاعتها هي شعرت بتحسن فهنجيب الفيديو ده هنشوفه دلوقتي ان شاء الله و اه اه نقول هي كانت مشكلة ايه يعني يعني الاستاذة لما كلمتنا اه يعني بتقول خمسة وتلاتين سنة عايزة اتغير لا في ناس اكبر من كده وبيتحين لها اه في مبصل الرجبة والدنيا بتحسن وبيكون افضل اذا راح نشوف الفيديو ونرجع الانتعالوكم مرة ثانية واعتروح الفيديو الحكوم ليكم من العليزين في المهندسين معانا مرة ونالما هذه بدا ما لكنا نتعمل معانا حالي من اه السنة تلك ان شاء الله طيب قلل لان كم سنة انا عمضي والترق وستين سنة كي شكوتي كي بقى انا شكوتي خشونة مقربة روح في الروح تماماً 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 والله الحمد لله حيث أنه يمكننا أن نتعلم لأننا بلعبة معيش ونحن نفسي لا تفسح بعد معيش ونحن نفسي وأنا بحديث انتحقنتي الحمد لله لا مرتبط لك تماماً تماماً لا أختي موزي دلوقتي لسه حقنا دلوقتي عشان انا بطي مفكرة من الدروني بقيت عشان كده انا خليتها جد حقنا. عشان تبقى قوي سيئة جاهزة. مش ربنا يكون معنا سيئة. ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاك وبعد ما شفنا حالة من حالات النجاح لحقن الرجبة والحقن الموضعي اللي هي علاج خشونة المفاصل دكتور اسامة يعني شفنا سمعنا اتصال الاتصال بيقول انه 35 سنة تجيير لا فيه حالات انها اكبر وحقن ويه الدنيا تحسنت وبقيت افضل. كمان. هي دي من الحالات اللي كانت عاملت معانا حقن مفصل والحمد لله دايما انا معظم الحالات اللي بنزلها في حقن المفاصل هي حالات بتكون حقنة معايا سنة واثنين وتلاتة. الحالة دي حقنا معانا للمرة التانية كانت عدد سنة وهنا هنتكلم بقى عن الهيلورونيك اسد انه هو في حالات كتير هي طبعا بناءة على رغبة المريضة نفسها الموضوع كان صعب. مش هنقدر نعمل الجراحة اولا بسبب وزن المريضة وتاريخها المرضي مش افضل حاجة من ناحية سكر ضغط مشاكل تانية لسه كنا انا كلمنا عنها من شوية وفي نفس الوقت المريضة رفضة فكرة العملية وزنها برضو كان صعب ان احنا ناخد الاجراء فمن هنا نصحناها بموضوع حقن ربتين وعملنا حقن الهيلورونيك اسد الحمد لله من الحالات اللي نتائجنا فيها كويسة جدا وحققنا فيها معدل تقليل للألم كويس جدا برضو المريض بقى وسماعوا الكلام بعد الحقن لما بتديله تعليمات من ناحية التمارين من ناحية العلاج الطبيعي بيلتزم بيها فالموضوع بيحرق في افضل صورة والامور الحمد لله بتبقى كويسة جدا افضل طوال متحسنة واللي بيقدر يتحرك وما يشعرش بالألم هو الاصل في العلاج هو عدم شعور المريض بالألم وتحسنه بيقدر يتحرك ويمارس حياته الى حد ما بشكل طبيعي او شبه طبيعي بعد وجود مشكلة من المشكلات اللي هي بتخليه احرقته صعبة ومؤلمة جدا بالزبط سؤال من الاسئلة الشهاعة برضو في عمليات غير المفصل لفرق بين استبدال المفصل الكل والمفصل الجزء احنا هنا بنتكلم ده بيحصل في الرجبة ان احنا احيانا بنعمل حاجة اسمها باي كومبرتمينتل او يوني كومبرتمينتل احيانا لما بيكون جزء من المفصل بس هو اللي مصاب او فيه مشكلة لسبب مرضي مثلا زي السيدة اللي استصلت من شوية دي بنعمل استبدال لجزء من المفصل ده الممكن يكون المقصود بيه بالنسبة للرجبة في مفصل الفخد الموضوع حاجة اسمها نص مفصل ومفصل كامل نص مفصل ده اللي هو انا هنا ما بستبدلش او ما بعملش كسوة لسطح المفصل الحوض او بنسميه الحق الحرقوفي او حق مفصل الحوض بنسيبه زي ما هو بالجزء اللي خلق ربنا فيه مجرد ان احنا بنغير الجزء بس بالراس اللي بتكون موجودة فيه وبالتالي ده يعتبر نص مفصل اه بنستخدمه اكتر في حالات كبار السن يعني لو في حد مسلا في كبار السن عنده كسر في مفصل الفخد مسلا ما بعد سن بقى لسبعين خمسة وسبعين اه ساعتها بنعمل نص مفصل وبيكون كافي بالنسبة له طيب ليه عملنا ده لانه في الوقت الجراحة اهل وفي النزيف بيكون اهل وكمانوفر او كاجراءة عمل المريض هو اجراء اخف في الضرر بتاعه على المريض خاصة ان انت هنا بتتكلم على مريض سبعين سنة احتياجاته قليلة فالنص المفصل بالنسبة له هيكون كافي جدا طيب دكتور اسامة اه في 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 نص ثانية كده نصيحة تقولها العيان دلوقتي اللي بيعاني من مشكلة اه في الخشونة النفسة الرجبة قوي مفصل من المفصل رقم واحد التشخيص المبكر هو يعني هنقول كل العلاق مش نص العلاق رقم اتنين فكرة اللايف ستايل تعديل سلوك الحياة او نمط الحياة هو يعني اهم حاجة فكرة تقليل وزن تقليل وزن ده حاجة انا شايفها حل سحري للموضوع انا بيجي لحالات سبعين سنة والحمد لله امورهم كويسة جدا احسن من ستات في العصر بتاعنا ده تلاتين سنة تلاتين سنة وجاية بمشاكل فقرات وخشونة مفاصل ودرجات متأخرة بسبب الوزن ويسعني تعديل اللايب ستايل بتاع الشخص ومارسته للرياضة وانه هو يشخص مبكرا دي من المصايح التلاتة السحرية للدكتور اسامة بينصح بهم دكتور اسامة عوكاشا استشاري جراحة العظام والمفاصل ومن نظر الجراحية انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا وقت الحلقة انتهى ولكن مشكلات خشونة المفاصل لا تنتهي واحنا مكملين معاكم ان شاء الله في برنامج سيرو صحتك وجمال لكن نتكلم يعني في كل حلقة عن مشكلة من المشكلات الاكسر شيوعا بين الناس سواء في العظام او في الامراض الجلدية او في امراض النساء او في اي مشكلة من المشكلات اللي ممكن ان هي تكون بتؤثر على حياة الناس او على صحتكم ان شاء الله بإذن الله نشوفكم يوم التلاتة والاربعة القديمة ساعة اربعة لساعة خمسة وإلى ان نلتقي بكم مرة اخرى لكم مني كل التحية والتقدير انا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله يبركاته اشتركوا في القناة